ويت رياضة شوية نشاط وحيوية معي انا الاميس وفرح واكيد هي هي المقدمة بتاعتها كلها نشاط وحيوية اهو اهو جعزة انا بدأت خلاص طيبا انا بدأت يلا صباح الفول عليك يا لاميس صباح الفول يا لاميس صباح الفول يا كوتش طيب انا اعتقد عندي سؤال مهم جدا 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 ايوة احنا ايه الحاجات المطلوبة ان احنا نعملها عشان نستفيد لأعلى درجة من التمرينة بتاعتنا يعني نبقى نايمين قد ايه نبقى واكلين قد ليها قد ايه يعني احنا عايزين نعافزين الصفات بالتمرين نص بتركز فيها بتخش في المقابلات على درجة اه نا فعلا وفي حاجات مهمة لازم نشتغل عليها فانا هشرحها بطريقة المية وبعد كينا نتمرن تمرينا وهكمل نشرح لحاجات داية الحاجات داية اساسها عملية البناء والهدم اللي احنا درسناها وإحنا صغيرين اللي هو الانابوليزم والكاتابوليزم امتى الواحد يبني جسمه امتى الواحد جسمه بيحصل فيه عملية هدم هو فعليا وإحنا بنشتغل كل الحاجات اللي بنعملها وإحنا ماشيين رايحين الشغل رايحين نتمرن رايحين نعمل اي حاجة بيحصل هدم للجسم الهدم داوت فيه فايبرز وتشوز بتتقطع علشان نعرف نبني فايبرز جديدة فهنعمل النهاردة وإحنا بنسكلم تمارين لعضلات الكتف للزوايا التلاتة اللي موجودة في الكتف فهنبدأ أن نشتغل أول حاجة للاترال رايز أو التمارين لعضلات الكتف الجانبية هناخد الدمبل هنبقى واقفين هنحط الدمبل هنا على رجلنا هنا صدري فوق أيوا رجبتي متنية شوية وسطي الورى بطني مشدودة بعدين حبدأ أعمل لاترال رايز هرفع ايدي لفوق وانزل لتحت وهم بيشتغلوا كده بيحركوا العضلات الجانبية بتاعت الكتف طيب مهم جدا وإحنا بنتمرن أن احنا نركز في أن احنا لازم ننام فترة طويلة لأن عملية البناء بتتم فعليا وإحنا نايمين على قد ما هننام 8 ساعات على قد ما جسمنا هيتبني 8 ساعات الزاوية التانية الكتف الأمامي هنمسك الدمبل وحنطلع لفوق 15 عدة 3 مرات جاهزين جاهزين 1 هاكنترول وانتوالع 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 2 ما ننساش النفس ايوا ما ننساش النفس ما ننساش ظهري مفروض كتفي الورا مطنة مشدودة ركبتي متنية ايوا ننظن الحاجات المهمة جدا في عملية البناء الاكل البروتينات من أكتر المكونات اللي بتبني عضلات الجسم مهم جدا ان احنا